السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نهاردة جماعة ان شاء الله هنتكلم في موضوع مهم مفروض ان كل واحد فينا يبقى عارفه لان انت وارد انك تتحط في الموقف ده هنتكلم ايه الفرق ما بين القاطع الخاص بطيار DC اللي هو بيبقى مكتوب عليه ان ده بيشتغل DC والقاطع الخاص بطيار AC طيب السؤال التاني هل انا ممكن اخد واحد مكتوب عليه ان هو بيشتغل في الطيار AC او الطيار المتردد اروح اركبه على DC يعني ممكن اخلي ده يحمي مطور DC تمام وحنتكلم على بعض التفاصيل بتاعة الحماية الحرارية والحماية المغناطسية في الاتنين جاهزين يا جماعة نبدأ الفيديو يلا بينا نبدأ الفيديو بسم الله والصلاة والسلام وعلى سيدنا يا رسول الله قبل ما نبدأ الفيديو بس يا جماعة نسألكم الدعاء عشان نجاوب على السؤال ده انا ممكن اجاوبك عليه في كلمتين بس هنتكلم مع بعض هنا في نقطتين مهمين جدا المنتشر ده زي ما احنا شايفين بالشكل ده كده بيبقى عليه رسمتين الرسمة دي والرسمة دي وبيبقى عليه رقمين مهمين جدا سي اتنين وتلاتين او سي عشرة او سي او بي او بي او دي تمام هناخد بس ملخص على الموضوع ده لان هو ده الاجابة بتاعتنا تتلخص في الموضوع ده بالزبط طيب عندنا هنا بتبقى في الرسمة اللي احنا بنبقى شايفينها دي تمام وفي عندنا هنا الرسمة اللي احنا بنبقى شايفينها اللي هي نص دايرة ايه الفرق ما بين الاتنين بالبلد كده الرسمة اللي احنا بنشوفها دي بيسموها حماية حرارية اللي هي الاوفر لوت طالما بنتكلم في حرارة يبقى بنتكلم في سيرمر اللي هي الأوفر لود طيب لو احنا بنتكلم في الرسمة اللي هي بتاعة النص دائرة اللي احنا شايفينها ديت ده بنتكلم في حماية مغناطسية اللي هي حماية الأمبير أو short circuit تمام كده يبقى مهم جدا ان احنا نعرف الرسمة دي بتاعة حماية حرارية والرسمة دي بتاعة حماية مغناطسية ودولة اللي هم بيبقوا موجودين على المنيتشر بالرسمة دي وهنا السي دي طيب لما جبنا سيد السي طيب لما انا لقي مكتوب عليه زي هنا مثلا سي عشرة السي دي بتقول ايه والعشرة دي بتقول ايه تمام السي هنا لما دي نتكلم عليها بنتكلم على الحماية المغناطسية أو اللي هي الأمبير أو اللي هي short circuit تمام أو كيرف الطيار عشان بس نبقى احنا ايه موضحين الكلام دقيق يعني طيب والعشرة بقى احنا لما بنلاقي كلمة العشرة دي بقى ده هنا بنتكلم على اه اه الطيار تمام يبقى الحماية اه المغناطسية ديت الحماية اللي هي السي ديت الحماية اه المغناطسية بتتكلم على الكيرف بتاع الترب والعشرة ديت والعشرة ديت بتتكلم على اه الطيار اه بتاعنا تمام طيب هنا بقى لما نيجي نقول اه وعلى فكرة السي دي بيبقى في منها في منها اه 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 احنا اتكلمنا عليهم مسألة اللي قلنا السي ديت السي ديت هتبقى اللي هي الفصل المغناطسي تمام كده الفصل المغناطسي اللي احنا قلنا عليه بتاع طيار الشورت سيركيت يعني ده بيبقى من من مثلا من ثلاثة اه لخمس اضعاف اضعاف مين من خمس اللي هي العشرة اللي احنا اه اللي هي مكتوبة عليه مثلا او لو ديت اتنين وتلاتين يبقى من خمس من خمس اه من ثلاثة لخمس اضعاف اللي هو بيبقى موجودة عندنا هنا طيب بالنسبة بقى اه اللي احنا قلنا اتكلمنا بقى على دي تمام دوت اللي هو بيبقى من اربعتاشر لعشرة وده بتبقى احماله اللي هي بيبقى فيها الترانسفورمر والحاجات اللي بيبقى فيها حس مغناطسي عالي ولكن اه السي ديت بتركب عندنا اه في المواتير في الانارة والبي طبعا اللي هي الاهم الحاجات اللي هي بتبقى موجودة عندنا دي برضو ديت بتشتغل معنا في الانارة والسخنات والسخنات تمام يبقى احنا عندنا في مكان اه السي دي ممكن نلاقيها دي ممكن نلاقيها اه بي والعشرة ده الامبير تمام واتفقنا ان فيه حماية حرارية وحماية مغناطسية تعالى بقى هنا للسؤال اللي احنا كنا بنقول عليه وانا ممكن استخدم المينيتشار ده يعني انا بقى عندي فيه مينيتشار هنا مكتوب عليه ان هو طيار اسي انا ممكن استخدمه في دي سي الاجابة هنا تكمل في الحاجتين ده الحماية الحرارية والحماية المغناطسية عايزين نعرف الفرق ما بين الاتنين انا هنا ممكن استخدم اه المينيتشار الاسي اللي قدامي ده اه مكان الدي سي تمام في اه الحماية الحرارية يعني ده لو شغال معايا في حماية حرارية ممكن اخد اه المينيتشار بتاعة دي سي اركبه في الاسي ليه لان احنا اتفقنا انه عندنا حماية مغناطسية وحماية حرارية فيه مكون داخلي جوه المينيتشار ده او المينيتشار السيركيب بريكر دوت هيبقى فيه اه حاجة واحدة مختلفة هي آلية العمل اه واحدة ولكن المكون الداخلي هنا فيه جيوب للشرارة بتخمد الشرارة عندنا في الان اه والاف ده لو كسرته كده وفتحته من جوه وانا فتحه قبل كده عندي في فيديو على القناة هتلاقي من جوه فيه جيوب اه للشرارة يبقى انا هنا ممكن استخدم القاطع ده اللي هو بتاع دي سي يقوم بنفس الاسي بس في الحماية اه الحرارية تمام كده ولكن الحماية المغناطسية لو انا جبت اللي هو بتاع الاسي ده ما ينفعش يحل محل اه الدي سي ليه بقى لان الطيار المستمر هنا بقى النقطة والفيصل في الموضوع لان الطيار المستمر تمام حنبص نلاقيه اه بتبقى شرارة الفصل بتاعته بتكون اقوى بكتير شرارة الفصل بتاعته بتكون اقوى بكتير ده في الدي سي طب انا لو حاطط له واحد ايه سي يبقى في الحالة دي حالة منيتش رضا ولا عميني تمام كده جماعة ده مهم اه جدا وان مقاطع النحاس عموما في قواطع الطيار المستمر لازم بتبقى كبيرة عشان تتحمل العب الحراري عشان يعدي فيها الطيار المستمر دي اجابة السؤال باختصار وحاولت بس اوضح الجزء ده في الاول عشان يبقى واضح لكل الناس عشان ما يبقاش قدام مني وعلى فكرة في الاخر بقى فيم بتاعته والمكون الداخلي بتاعه يارب نكونوا استفادنا حجم الفيديو ونسألكم الدعاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته